أعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتارش عن خالص أمله في أن تزيد إسرائيل بسرعة وبشكل فعال إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ووصف جوتارش الوضع في قطاع بعد مرور ستة أشهر منذ اندلاع الحرط بأنه بائس تماما كما جدد جوتارش النداء لوقف فوري لإطلاق النار والإفراض غير المشروط عن المحتجزين وحماية المدنيين وتوصيل المساعدات دون عوائق مشددا على أن حملة الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الستة الماضية تسببت في أعمال قتل ودمار لا هوادة فيها للفلسطينيين في قطاع غزة